فيها كفاءة بأن تكون زوجة لأمير المؤمنين عليه السلام واعلمي أن بيته بيت الوحي والنبوة والعلم والآذاب والحكمة فإن تجديها أهلا لأن تكون خادمة في هذا البيت وإلا فلا فقالت يا حزام إني والله قد ربيتها وأحسنت تربيتها وأرجو الله العلي القدير أن يسعد جدها وأن تكون صالحة لخدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام فزوجها به زوج كريمتنا بالفارس البطلي نعم القرينة للمولى الإمام علي فإنها حرة في الحسن بارعة في الرشد كاملة والنبل فيها جلي فلما سمعا حزامون سر بذلك سرورا عظيما وأقبلا إلى عقيل وهو مستبشر فقال له عقيل ما وراءك قال كل الخير إن شاء الله تعالى قد رضينا بأن تكون ابنتنا خادمة لأمير المؤمنين عليه السلام فقال عقيل لا تقل خادمة بل قل زوجة ثم سأله عن صداقها فقال حزام هي هبة منا إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عقيل ما الممهورة أما المهروف هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بناته وزوجاته خمسماء الدرهام وأما الهدية فلكم ما يرضيكم ويزيد فقال حزام اعلم يا عقيل إنا لا نطمع في كثرة المال ولكن نطمع في شرف الرجال ثم نهض حزام من وقته وساعته ودخل على زوجته ثمامة بن سهيل وهو يقول البشارة فإنه قد سعد جدك وعلى مجدك وارتفع ذكرك فقد قبل ابن أبي طالب ابنتك زوجة لأخيه أمير المؤمنين عليه السلام صاحب الأنوار البهية والوقار فلما سمعت ذلك منه خر الساجدة لله شكرا وقالت الحمد لله الذي جمع شملنا الحمد لله الذي جمع شملنا بمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلام وعلي المرتبى عليه السلام ثم أقبلت على ابنتها فاطمة تهنئها وتقبلها يهنيك هذا الشرف العالي وأنت في عز وإقبالي في كيف نون الحسن قد جمعات فصرت في فض به عالي حظيت بالمفضال خير الملاء بعد النبي الطاهر العالي قال الراوي ثم إن حزاما خرجا ودعا عشيرته وقومه من بني كلاب وبني عامر فلما اجتمعوا قام عقيل بن أبي الطالب خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه اللهم صلى على محمد وآل محمد ثم قال أما بعد يا بني كلاب ويا بني عامر بن صعصعاه نحمد الله نحن العرب إذ جعلنا من خير خلقاه وأرسلا فينا رسولا من أنفسنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلام من شجرة النبوة وجاءنا بدين الله القويم الذي ارتضاه لنا إذ يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وعمرنا بنبذ البغضاء والشحناء والأحقاد وحببا إلينا صلة الأرحام والتقارب والاتحاد إذ يقولوا جل ذكره يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم صعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وحرما علينا الزنا والسفاح وأحلالنا الزواج والنكاح إذ يقول عز شأنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمام وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم قد أحبا مصاهرتكم وخطبا إليكم كريمتكم فاطمة أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة على كتاب الله وسنة رسوله وقد قال الله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم ليس لي يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم جلسا حزام فإنا لله وإنا إليه راجعون وعلى فمذف على مثل السيدة فاطمة أم البنين فليبكي الباكون ولينذب النادبون والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد